حمدية هيرشاي بتقول انا مقيمة في النمسا وحاليا في تونس ممكن اعطي الزكاة في تونس يعني بالدينار وما امتى هذا الاسبوع او قبل العيد بيومين وشكرا يعني هي بتسأل بردك متى الوقت المناسب لاخراج زكاة الفطر بالزبط طبعا لان الموضوع متشعب بين زكاة الفطر وزكاة المال فالموضوع يحتاج الى تفصيل اوضح يعني احنا قلنا زكاة الفطر يجوز اخراجها يجوز اخراجها من اول يوم من رمضان وبعض المذاهب قل من نصف رمضان وبعض المذاهب يقولون في اخر ايام رمضان قبل يوم او يومين من صلاة العيد تمام طيب ليه احنا بنقول كلما اخرتها كان افضل ليه لان الغاية والمقصد من زكاة الفطر هو انني اوسع على الفقراء والمحتاجين في يوم العيد ان يشعروا بالفرح ادخال السرور عليهم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني خلي الفقير والمحتاج يفرح مع اولاده ومع اسرته بما اعطاه الله تبارك تعالى من هذه الزكوات ولا يخرج ليسأل الناس في يوم العيد ولا يحمل هم الرزق وهم ضيق العيش في يوم العيد فكلما اخرت الزكاة كان افضل الامر الثاني هي في تونس يجوز ان تخرجها في تونس طبعا بما يوازي القيمة التي تعيش بها في اوروبا يعني هي تعيش في اوروبا هذه العشر يورو تحسب العشر يورو عن الشخص الواحد يعني الشخص الواحد عشر يورو اذا كانت الاسرة مكونة من خمسة اشخاص يبقى خمسون فما زاد فهو خير له فهي تحسب هذه القيمة عن نفسها او عمن تلزمها نفقته فتخرج هذه القيمة او ما يعادلها في تونس ان شاء الله ونسأل الله ان يتقبل منا ومنها طب سؤالي لانه متعلق بردك بالتوقيت افرد حصلت ظروف والمسلم ما قدرش يدفع زكاة الفطر في رمضان هل يجوز انو يدفعها بعد رمضان نعم بل تجب عليه قضاء يعني انا اسأل سؤال والسؤال بنفس الصيغة تقريبا يعني رجل رجل صلى الظهر وجاء وقت العصر او وقت العصر فلم يصلي العصر ودخل عليه وقت المغر يصلي العصر او لم يصليش العصر لازم يصلي لماذا لانها فرد لانها كذلك تكات الفطر هي فرد من نسيها ولم يخرجها تمام وجبت في حقه من تأخر عنها وجبت في حقه حتى وان مرت السنين والاعوام يعني لما يجي لي واحد يقول له انا كنت بطلع مثلا بحسابات اهل مصر اقول له لا انت عايش هنا بتطلع تحسب كده كام رمضان انت عشته وتطلع هذه القيمة وتخرجها تمام انت ما طلعتش السنة دي بقيت في زمتك لان احنا عندنا زكاة الفطر هذه طهر للصائم مما قد يقعوا في صيامه من الرفس من الفسوق من الكلام البزيء من النظرات من 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 فتكون هذه جبرا لما يقع في الصيام من خلل فصدقة الفطر واجبة ولا تسقط ان نسيها او تأخر عنها وانحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة عشان ده النبي بحذرنا اوعى تأخرها ترجمة نانسي قنقر